هنا في مدينة عدن جنوبية اليمن طالبت منظمة أطباء بلا حدود بضمانات أمنية لموظفيها نتيجة وقوع حادث عنف بأحد المستشفيات الذي تديره المنظمة المنظمة شددت على ضرورة توفير الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بالحادث الأخير في عدن فهناك عدد متزايد من الحوادث وفي القادم من الأيام لا نريد أن يحدث هذا مرة أخرى لا خارج المستشفى ولا داخله وأدى قرار عدم استقبال مزيد من الحالات إلى ضيق أهالي عدن الذين دعوا إلى ضرورة فتح المستشفى معتبرينه الواجهة الأساسية في المدينة الآن أتمنى من السلطات المحلية والسلطات الحكومية أن يتم ارتتاح المستشفى والتحقيق بما حصل والعمل قاري يعني ما نجد أن يقفلوا المستشفى وميستقبلوا القرحة ولا المصابين ولا الناس الذين ميغضروا شي يتعالقوا المستشفيات الخاصة اللي هي يعني تخرج عليك ملائين المستشفى يقدم رعاية طبية جيدة وممتازة إذن ناشد القهات المعنية بعادة تشغيل هذا المستشفى لكون هو الواجهة الاساسية في عدن اعتبر وافتتح مستشفى الصداقة عام 2012 وتقول أطباء بلا حدود إنها عالجت منذ ذلك الحين ثلاثين ألف حالة طوارئ وإن أكثر من خمسة آلاف عملية جراحية أجريت في المستشفى خلال العام الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر